موسيقى موسيقى وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته برحب بكم عزيزينا مشاهدين في حلقة جديدة برنامج وهذه هي الحياة الأبدية برحب بقس لطيف فهيم مرقص رأى الكنيسة الكتابية بلون بيتش كاليفورنيا ورأى الكنيسة الإنجلية بالخرطوم بحري السودان أهلا بك يا سيس لطيف أهلا أهلا ربنا يبارك فيك يا بتي فيه طلبات صلة كتيرة جدا لكن فيه طلبة خاصة من الأخت مدلين وزوجها الأخ فوزي فيه مشاكل زوجية بينهم ووصلت لدرجة أن الزوج ترك البيت وهي الأخت مدلين بتناشط زوجها الآن الأخ فوزي أنه يعود للبيت وللأسرة فبدعوكم أعزائي المشاهدين تشتركوا مع الأسيس رطيف الصلة من أجل كل هذه الطلبات اللي موجودة قدامه وأيضا من أجل الأخت مدلين أن يعود زوجها الأخ فوزي إلى البيت وإلى الأسرة تفضل حب الأسيس أبي أنا السماوي نشكرك نمجذك نعظمك لأنك أنت الممسك بكل شيء وكل ريح وكل حدث وكل ما يجري على الأرض ونرجو أن تقود البشر جميعا خاصة شعبك يا رب الذي آمن بك وبطريقك في الخلاص بصليب ربنا يسوع المسيح لكنك تحب الجميع تحب لأن خلقت كل البشر وأوصيتنا أن نصنع الخير للجميع وخصصت أهل الإيمان ولسيما لأهل الإيمان نرجو يا رب أن تعمل خيرا في كل هذه الطلبات وأن تقود الكل يا رب يعرفوك أو عرفوك لم يعرفوك أو عرفوك أن تقودهم إلى العيشة بسلام لأن هذا يقربهم لله وأن يبتعدوا عن النزاعات التي هي من عمل الشيطان نصلي من أجل مرض يا رب نصلي من أجل الذين هم في ضيقة نصلي للجميع أن يرفعوا عيونهم إليك فرفعوا عيونهم ولم يروا إلا يسوه وحده شكرا يا رب شكرا أنت مسيطر على كل حدث ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم دعوون حسب خصه استلمهم واستلمنا وأعطنا نعمة في هذه الفرصة يا رب في مناقشاتنا ودراستنا عن كلمتك المقدسة والاسم كل المجد آمين آمين كعهدا للشعبي ونورا للأمم لتفتح عيون العمي لتخرج من الحبس المأسورين من بيت السجن الجالسين في الظلمة ويكمل أيضا في نفس سفر إشعياء أصحح 49 والآن قال الرب جابلي من البط عبدا له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل فأتمجد في عيني الرب وإله يصير قوتي فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض هكذا قال الرب فادي إسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الأمة لعبد المتسلطين ينظر ملوك فيقومون رؤساء فيسجدون لأجل الرب الذي هو أمين وقدوس إسرائيل الذي قد اختارك أتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن كيف خلق الله النور قال الله ليكن نور فكان نور وفصل الله بين النور والظلمة وخلق أيضا الله الأنوار في جلد السماء قال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وخلق النورين العظيمين النور الأكبر لحكم النهار وهو الشمس والنور الأصغر لحكم الليل وهو القمر وكذلك خلق أيضا النجوم والكواكب أيضا لتفصل بين الليل والنهار وفصل الله بين النور والظلمة لكن عايزين نتعرف على النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم كان في العالم وقوّن العالم به ولم يعرفه العالم أستيس لطيف في الجزء اللي أريناه في صفر شعياء أصح اتنين واربعين بيقول هكذا يقول الرب خالق السماوات وناشرها باسط الأرض ونتائجها معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم هنا من المخاطب ومن المخاطب من المتكلم ويكلم من الكلام في الذات الإلهية بين الآبي وهو يعلن إرسالية الإبن إلى العالم والذات الإلهية عجيبة لكننا ممكن نتصورها لأنها حادسة فينا برضو إنه هي واحدة فالله واحد وهذه آية تملى الكتاب مقدس من أول وآخر سواء في العهد القديم أو العهد الجديد يعلم يا إسرائيل أن الرب إله كإله واحد وهكذا استمر الأمر إلى آخر العهد الجديد لكن الوحدة المتكاملة في وحدة منفردة منفردة يعني يعني واحد لوحده آه طب قبل الخليقة لوحد الواحد اللي يتكلم ومين يسمعه مفيش قبل الخليقة طب يحب مين يحب نفسه يعني إيه يحب نفسه قبل الخليقة مشاعر الحنان الإلهي تظهر فين مفيش فالذات الإلهية فيها هذا التكامل طبعا ده هذا إيه هو الإيمان المسيحي اللي أعلم في العهد القديم وأي واحد يدرس العهد القديم يؤمن به لكن يما اللي العهد القديم مشغولين بساطرتهم على الأرض فمشغلهم شبال أوي حكاية إلهيم يعني إلهيم جمع وهو الله واحد فإزاي جمعه واحد ده الكلام ده من أول سفر التكوين يعني فالذات الإلهية المتكلم الآب ده عرفنا عنه المسيح الآب إلى الآب فهو هنا يقول هكذا يقول الله الرب ده اللي هو الآب يكلم الآب يكلم الآب ولو في كلامه مرة تانية الآب يقول قال الرب لربي فالله الآب الله الإذن الله الروح القدس وفي سفر شعياء الله إلهك يعني قد مزحك الله إلهك يعني يعني الحكاية ذات إلهية واحدة لكن فيها المشاعر الأسرية لكذا أنا شخصيا بفهمها أنها الأسرة الإلهية يمكن أبسط شوي الكيان الإلهي فيه وحدة لكن هي الأسرة مفروض أنها كمان تكون وحدة فالأسرة الإلهية أراد الله منذ القديم أن يدخل فيها نوع من المخلوق الإلهي وده جاي من تحنم الله من عطاء الله الله معطاء برضو ولد الله في المسيحية فيه الله تاني الله يريد العبيد ويريد الإماء ويريد مملكة الأيمان الكلام العجيب اللي من تسمعه ومن فهم ما عميش فيهم يعني الله عايز كده إلهنا يريد أن يشاركه في مجده مخلوق منه فخلق الإنسان على صورته فأصبح الإنسان زي ما حالك قلت مخلوق إلهي مخلوق لكي يشارك الله في الطبيعة الإلهية إزاي الإنسان اللي هو من تراب جبل الرب الإلهي آدم من تراب ونفق خفيئا فيه فصار نفسا حيا وهذا التراب رسم ربنا جبله كده على صورته حتى على صورته جاي مرة صورته جامع على صورتنا نخلق الإنسان على صورتنا وبعدين جاي مفضل على صورة الله خلقه كل ذا لتأكيد من هو إلى هنا الهو بصراحة وبكل جسارة الإله الوحيد الحقيقي نعم إذن بعد أن سقط الإنسان أراد الله أن يعيد الإنسان هذا المخلوق على صورته أن يعيده مرة أخرى إلى هذه المكانة بالضبط لأنه لأنه معنى الإرادة اللي هي تكسرت اللي أنت عايزه اللي أنت خلقته على صورتك اللي هو فكرك أنه يشاركك في الطبيعة دي اللي هي رفضك وده أول خطوة حصلت في جنة عدم فهنا بيقول أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم فهنا زي ما فهمنا محضرتك أن الله الآب يتكلم مع الله الإب ويقول أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم مظبوط كده أه كيف يحتاج الله الابن لكل هذه الخطوات حتى يخلص الإنسان دعوة بالبر وأن الأول يدعوه بالبر ثم يمسكه بيده ثم يحفظه ويجعله عهدا للشعب ونورا للأمم لماذا يحتاج الله الابن لكل هذا لكي يكون نورا للأمم وخلاص إلى أقصى الأرض في سؤال قبلية ماذا معنى الله الابن يعني ليه ما يكونش الاب ليه ما يكونش الروح القرص هو الفكر للاب الاب هو الروح القرص طبعا هو الله ماذا مش ميز قوي لفين يعني عبارة عن كائن واحد على قد ما احنا نقدر نفهم يعني الاب هو الابن هو الروح القرص لكن بناخد كلمات الإنجيل وتفصل لنا جزء من الذات الإلهية فالابن في يحنى 17 قال كانوا لك وأعطيتهم لي كانوا لك يعني هذا في فكرك وهذا ما تم بخلقة آدم وهذا ما كان في الانتظار أنه آدم يكون واعي للامتياز اللي هو فيه نعايش مع الروح في جنة عدم فحينما يجرب ولابد أن يجرب لابد أن يجرب ليه لأنه يعني التجربة بتفحص أعماق الخليقة فبتفحص أعماق الإنسان أعماقه إيه لأنه الإنسان مخلوق مخلوق طب هو مدرك عظمة أنه مخلوق على صورة الله ولا مش مدرك ليأخذ هذه المكانة عن استحقاق لو نجح في التجربة إذن أخذها باستحقاق بلا أربع عليك مايمكنش يأخذها إيه اللي باستحقاق فإيه اللي استحقاق لابد أن يجرب فلما جرب الإنسان سقط من الأول مرة هي مخدش ثواني محتاجش جهد من إبليس كتير عشان كده إحنا طالعين كده بنوعها بسرعة ربنا يرحمنا عمين فالابن هو الوحيد الذي عنده الإمكانية لإعادة هذه الخليقة اللي خربت إلى الطبيعة الإلهية في الأول ما كانش ظاهر أو حكاية الطبيعة الإلهية شاركة الطبيعة الإلهية وعايشين في جنه خلاص آدم وحاوة والله الأب الله بفيه كينيونات يا الأب والإبن روح الكدس ومع إنسانه وزوجته بس بخلق أهما ربنا كده على صورته لكن الآبن ليه هو الوحيد عش كده كان لك وعطيتهم ليه ليه أعطاه من الآبن أولا لأن الإنسان مخلوق على صورة الآبن الآب مالوش صورة ولا روح الكدس له صورة الله روح روح فهم مخلوقين على صورة الآبن وده طبعا يبطل كل الدعاء أن الإنسان مخلوق على صورة الله والله ليس له صورة يبقى ده الموضوع ده تخريف الله له صورة أين الصورة؟ الإبن لما زهرنا شوفنا صورة أهو إحنا مخلوقين على صورة بس هو في كمال الكمال وإحنا بقى زوجنا ثانيا أنه الإبن هو يضع ابن الله طب اللي يؤمنوا هيدعوا إيه؟ أولاد الله أبن الله فهم يعني ما نقدرش نقول يعني نفس الكيان هياخده لكن إيه الحقيقة هم مطلوب كده ليه؟ يعني زوج وزوجة هو الزوج أكتر من الزوجة الحقيقة ما أكتب ما قالش كده اللي اتنين رأس وجاسد بس اللي اتنين كعين واحد يكونوا الاثنان إيه؟ واحدة ولا اتنين؟ واحدة ولا سبعة؟ واحدة ولا تسعة؟ واحدة فبذلك متع الإبن بفدائه إن كل من يقبل هذا إيه الفداء؟ وده كمان دي نقطه همه جدا طب ليه الفداء؟ مرة يعني لو بنا سمح للشطان كده ياخد ودي معايا وأنا إيه عارفوا إنه الشطان بس قلت إيه ياخد معايا ودي كده ومحترس خائفة عن نفسي يحفي وكنت وقتها في المستقشفة وكنت متقلم بيعملوا لي حاجاتي يحطوا لي حاجاتها وليه ما جدا يعني وقعا كنت عجوز يعني فمحبش الألم لكن قل طيب طب وإيه المشكلة؟ ليه المسيح لازم يموت ويتحمل كل الألام دي؟ طب يخفر وخلص إيه المشكلة؟ ده فكرة سيئة ده عندنا ناس كتير جدا مظبوط طب يغفر ويخلص طيب غفر للمسيح وخلص مين حيكون معاه؟ هو الفكرة ده حصل في جنة عدن الأول طب أنا جنة عدن غيرية دلوقتي مش موجودة لكن أنا بمشي مع الفكرة بتاعنا يخدنا كلنا الجنة والجنة مش موجودة لكن بمشي مع الفكرة ده هتبقى الجنة عبارة عن إيه؟ وحوش ليه؟ لأنه الخطأ يغفر طب وان لما يخطأ ثاني يغفر ما النظام كده خلاص؟ فإبدا الإنسان في خطيئة ما على طب شغال 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 وكله كله 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 إيه؟ حتى مثلا أنا كنت عند العرب ما عرفش معنى اختار العرب يعني صبون كله عند العرب صبون ما عرفش مثلا جهن من فين؟ لكن تبقى الحكاية لهجنة لكنها جهنم اللي ربنا رضي عليها مزبوط وما لإيه إرادة الله؟ إرادة تقدسه لأنه قدوس القدوس لا يستطع عينها لا تقدر أن ترى شر يبقى زي وافع الشر مستحيل مستحيل فلابد أن يعيد الإنسان للطبيعة الإلهية الذي يخلق عليها مثلا أنا أقول لك حاجة حاجة كبيرة والناس كلها طبعا فهمها وأنا سيسي أستم أحبه قوي واحد اقترع على سيسي قال له اسمع أحسن حاجة عشان تراضي الإخوان المسلمين تجوز ابنك منهم ويدخلوا معاك القصر الملكي ويشتركوا معاك في الحكم ينفع؟ لا طبعا ما لحنا يعمل لها إنما صلحنا مصر نرجحهم تاني هكذا مستحيل إن القدوس يدخل معاك طبعا وجهول سيسي القدوس بس ده التجبيه يعني القدوس ده قدوس والله واحد بس واللي تقدسه بناء معرفة الله فالحقيقة إنه لا يمكن أن الشر والخير يلتقي مش ممكن النور والظلمة والظلمة مع بعض مستحيل وده اللي احنا قريناه من البداية وخدنا عليه الحلقة اللي فاتت إنه فصل الله بين النور والظلمة وذكرها ثلاث مرات رمز الكمال إنه لابد من الفصل الكامل بين الليل والنهار والنور والظلمة لابد إذن الله الآب كان لابد أن لأنه هو روح والروح القدس روح فكان لابد لله الإبن أن يتجسد لأنه هو الذي له الإمكانية التجسد لكي يخلص البشرية ويعيد البشرية عن طريق الفداء والخلاص بالصلب والموت إلى الطبيعة أو إلى الصورة التي خلق عليها الإنسان ليه بالصلب والموت لدفع ثمن الخطيئة أجرة الخطيئة إيه يا ربي موت يبقى المسيح رزي موت والرب وضع ليه إسمها جميعين يعني مش موتها عادية موتت حمل كل أثام العالم فكانت موتها بشع جدا لكي تتم كل هذه القطوات نجد الكتاب يقول أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم المسيح هو نور الله نور وساكن في نور لا يدنى منه كيف يجعله الآب عهدا للشعب ونورا للأمم لأنه مرسل إلى مهمة بين وحوش الأرض بين زبالة البشر بين مش عارف أو حش صفة للإنسان مرسل لهم لكي يقدم لهم أقدس رسالة مرسل لهم مش كإله هو الله الحقيقي لكن مرسل لهم كإنسان أخذنا صورة عبد عشان يندر السلب عبد عبد المتسلطين سيستقبله العالم بشراسة رهيبة من كل العالم كل الصفات العالم الإمبراطورية الرومانية ليسايد العالم ومستله بلاطس مالك اليهود ومستله فيه رودس وبعده رودس اللي جاي بعده كمان رودس الأولاني اللي أتى الأطفال والأولاده واحد من أولاده اللي هو يعني أتى راس يحن المعمدين سيستقبله رؤساء الكهنة بالرفض الكامل اللي هو معاشين وهو عينهم عين في العهد القديم لذلك جات الآية كل دي أبارها عن خطة اللي هي التركيبة اللي هي رهيبة جدا جدا لذلك كان يحتاج المسيح لأن للآب أن يمسك بيده ويحفظه هو بأكثر من احتياج المسيح ده احتياج نحن نعرف كده ليه أو ازاي ليه وزاي يعني كتاب دي حتكتب لنا والكلام دي حين نحن هنتعلم منه فربنا عايز يعلمنا أن المسيح كان هنا بإناية إلهية ومهمة إلهية ولابد أن تتم المهمة ليه عشان أنا مدعوك يا ابن الله أعرف أن أنا مدعو نفس الدواء دي ما دعو نفس الدعوة لإيه؟ إن أنا أتمم خدمتي وأجاهد الجهاد الحسن وأبذل نفسي حتى أموت وأفتخر في الضيقات وزي ما حصل مع بولس أدرك الحقيقة دي فأنا لسه ليه نفس دعوة المسيح حسب الدعوة بتاعت أنا كان أتمم كما المسيح تمم دعوته دعوته بالفداء والخلاص أنا أتمم دعوتي اللي هو دعاني إليها المسيح الله الآب والابن روح قرص لأن الآب نفسه يحبني روح قرص بيرشدني المسيح ماشي معي التي هي الدعوة التي هي أتمم الأعمال الصالحة التي سبق الله فعدها ليه قبل تأسيس العالم فما جيش أنا أخور في السكة قد أنها أقوياء أداء أقوياء الظروف خوي المسيح كان الظروف أكتر من كتر فده التشجيعي بيأكد ربع هو المسيح مش محتاج تأكيد أنه عارف لكن مكتوبة ليه نحن لذين أنتهت إلينا أواخر الضوط لكنها حقيقة أن المسيح فعلا مؤيد بقوة رهيبة كل قوة اللهوت سرّة أن يحل كلمة سرّة دي مهمة قوي سرّة أن يحل كل ملء اللهوت فيه جساديا سرّة يعني ريغنس فرحان أنه عايش في الأب والأب فرحان أنه الخلاص سيتم فكذلك الإنسان المؤمن ابن الله أيضا أو أولاد الله هيكونوا مؤيدين بالقوة برضو بالضبط بالضبط نفس اللقب بتاع الإبن هو بتاع الكنيسة جعلنا أولاد الله فهو ابن الله فهو سيمسك بيدنا ويحفظنا مية المية مية المية خليه حدّة بس قد يقرب لنا أيوة حدّة دي موتنا أيوة صاح دي مش هو موت والمسيح يعني المسيح ما ماتش مات مات لكن أولا ما أمشي طب إحنا هنقوم هنقوم لا ده إحنا قومنا قومنا فين لأنه أقامنا معه إحنا لما نموت هنا في الدنيا بناخد مكاننا اللي هو أخده لنا في موته وقيمته استفانوس لما شاف المسيح قبل ما يموته هو جالس عن يمين العضل ده ما كان استفانوس فعلا لأنه هو أخامنا معه وأجلسنا معه في السماويات ده ما كان استفانوس ريحه دلوقتي فوق هناك فالحقائق دي هتخالي الإنسان فينا لا يهتم بمن يقتل الجسد هو قتل الجسد ده فيه بالعكس هيوديه المكانته فوق بسرعي وإنه نخرس من الغلب والشر اللي هنا ده وحد قوي دنيا ظلم وظلم ليه يخصص صفة النور يجعله نورا للأمم يعني يقول خلاصا للأمم لكن فكرة نورا للأمم نورا وخلاصا النور يعني إيه النور يعني نورا العنين زي بالظبط ما استنارت عيني شاول التخصوصي وهو كان مقتنع تمام أنه ماشي بإخلاص نحو طاعة الله مخلص أوي للنموس وإيه ارتعيت في نفسي يا سلام قال أنا رسلتي اللي أرسلني ليها الله اللي هو كان مقتنع بي زمان هي أني أقتل المسيحيين أضطرهم للتجديف كنت راضيا بقاتل استفانوس وفعل كثيرا لدرجة شرد آلاف البشر تشريد شردهم خرجوا من أوروشاليم من وشه من أعماله وكان معها ناس كتير بتخدموا جيوش بتخدموا البرجة راح يجي يجيب ناس من دمشق عشان يسوقهم مساقين معها ناس راحت تسوق ناس إيه ده سلطان إيه ده هو مالوش تقول لها وظيفة أميرة ولا حاجة خالص لكن خد سلطان من رئيس الكنب ورأسها الكنب كده ودولها يعني بابرة وفجأة المسيحي لقى إيه ده كان إيه اللقاء كان فيه إيه فاكرة كان فيه كان فيه ضلمة مش كده فجأة أبركة إيه نورا طبعا نور أكتر من لمعان الشمس في الظهر راح ترمع الأرض إيه ده فيه تغيير حيحصل وسمع صوب نور وصوب بس النور أعمى عنين بولس المفروض آه طبعا نار عنين بولس لكن نلاقيه أعمى عنين بولس نورها إزاي ده يعني ظلمة خالص ينور ينور المموس اللي أمي بولس ده غلط كله غلط آه فأعمى أعمى رغت لما نزل بعد كده لما قبل راح كرس ونزلت الأشور لكن عين البولس عين البولس ده مقتنع بالفناعات عجيبة جدا يعني النور اللي هو كان فاهمه ربنا بيقوله كله غلط طبعا كل اللي أنت ماشي فيه ده غلط اللي مشيت فيه أنت مفتح العينين غلط غلط ده مش تفتيح ده عمى عمى آه عشان كده الراجل اللي أعمى اللي أبصر قال له كنتوا إيه كنتوا أعمى والأبصر طولها نفسر بزاف زي الأعمى ده كان مش أول كده أعمى بس ده أعمى خطير أعمى أعمى قاتل أعمى مش عارف أقول عليه ليس كل من هو مفتوح العينين هو يبصر لكن اللي مفتوح عينيه بحسب مشيطة الله يعني ونفس المسيحة اللي ألجئت لكي يعمل لذين يبصرون ويبصر لذين يارون مرضو حادثة الأعمى ده يعني ويعمل لذين يبصرون آه ويعمل لذين يبصرون فالفكرة هنا أنه النور فتحت العينين إيه ده وجد إيه وجد إنه المسيح هو الله وفهمها من العهد الأديم واكتشف إيه الزبالة اللي كانت نعلمها لغة ملائلة على خبراتي السابقة قال باس بقى اللي يزين في النموس النموس ده فدني بايه ده زبالة مش النموس زبالة كلام الله زبالة لكن جهادي زبالة كنت مع أنا أطرابي وأشوف أنا أنا أحسن من ده فلال النهار ده ولا أحسن من ده شفت أشاتب أنا أحسن منه ده كذب أنا أحسن منه بيصرع بيصرع إيه دول بيصرع مين ده الحكاية نعمة مالله يقبلها يبقى إنسان جديد يقبلها يبقى إنسان جديد فشاف كل العراق والمحاولات زي حاجة اسمها اليوغا أنا أدود أن أعمل كده بعد مش عارف تلتاشر جالسية مش مش كده تتاخذ نور المسيح تشابه المسيح تاخذ روح القدس تشابه روح القدس تدخذ المسيح خليقة جديدة خليقة جديدة في المسيح يسوع مخلوقين في المسيح يسوع إذا هذه الخرقة الجديدة اللي رب عايزها واللي رب يقدمها لك وإن ما تمتعتش بيها راح يا أنم يا حبيبي إذا تمتعت بيها تبقى أنت مدعو للسماء وللحياة الأبدية ربنا يكرمك ويدعيلي إحنا ندخل بعمق إلى هذه النعمة الإلهية ناخد حتة بسيطة من إشاعة 49 عشان ندخل كمان أكتر في موضوعنا بيقول والآن قال الرب جابلي من البطن عبدا له لإرجاع يعقوب إليه فينضم إليه إسرائيل فأتمجد فيه عيني الرب وإله يسير قوتي يبقى كان الهدف هو إرجاع يعقوب آه وينضمام إسرائيل نلاقي فقال لا قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظي إسرائيل فقد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاصي إلى أقصى الأرض هل هنا تغيرت الخطة يعني كانت الخطة الله لإرجاع يعقوب وإنضمام إسرائيل ونلاقي المسيح فعلا قال على الأرض للمرأة الكنعانية لم أتي إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة مظبوط لكن هنا القاب يقول لا قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط إسرائيل قد جعلتك نورا للأمم هل في مدة زمنية حصلت ما بين تغيير هذه الخطة أو استكمال الخطة بدل إرجاع يعقوب فقط أنه كمان يسبح نور لكل الأمم هو مش تغيير في الخطة لكن استكمال لإعلان باقي الخطة بس فالله خلق الجميع لكن طبع عشان يخلص الجميع بعدما الجميع زاغوا فصل وزهم مجد الله بعد السقوط آدم كان عليها أن يختار إنسان يستطيع أن يكون قار أقرب واحد ويصدق الله عشان يجي منه النسل فكان إبراهيم أبو المؤمنين وإبراهيم لو صار في طريقة الله سنوكا كاملا ده مستحيل ما يحدش بني آدم كده طبيعي يقدر يبقى إنسان كامل كان ممكن يكون هو الفادي ربنا عندوش مشكلة خالص واحد يكون كامل يصل إلى الذات اللي هي في القداسة يصب بالقدوس يخلص البشر هو يعني غوي يحمل الألم الرهيب ده لكن ما كانش فيه لا ما فيش خالص وإلى وغات ذات ما فيش يعني ربنا بيعالجنا وبنقصنا كده وبياخدنا كده على أساس نعمة المسيح لكنه وجد إبراهيم حتى يأتي منه المسيح الجسر فكان بقى الفكرة بقى أنه يأتي الناس لمن إبراهيم ما فيش إنسان وإبراهيم ده وجد في شعب إسرائيل الناس لده اللي هو تدرب يختار كاش إسرائيب صيد ده جي لما صيد مكاشت ولا فبعد إبراهيم جي إسماعيل 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 ده شو ضلي وصفه وصف الكتاب عجيب جدا إنسان وحشي وحشي يده على كل إنسان وعد كل إنسان عليه لو سألت أي واحد في العالم مين إليه على كل إنسان ويتقول إليه هقول لكم ألحى رب أهود إلى أبلد إسماعيل حاجة عجيبة جدا صحيح قاله رب إبراهيم زمان لما تولد الودة قاله حيكون كده هو كده حاجة عجيبة لكن ربنا عنده حاجة عجيبة يعلم كل شيء فقال لا مش إسماعيل أطرد الجاري وأبنه لا يارس إدن الجاري ما ابن الحر فالآخر لا أسحاق ده ده بتاع سبحيني زي النعجة الصامطة كده وفي وصف نعجة الصامطة المسيح أو شابه المسيح يجي الفلسطينيين برضا المشكلة بين فلسطينيين وبنفس حكاء زمان يجي يحفر بير الفلسطيني يأكلوها منه يسيب البيير ويمشي يحفر بير تاني الفلسطيني يأكلوها منه يسيب البيير ويمشي أنا متأسس بقول الكلام ده أنا مش قضي فلسطيني النهاردة لكن بتكلم على تاريخ الكتاب المؤدس بيقوله لنا فكانوا وديئة جدا وأكتر مرة ظهرت فيه ودعته من قبل ما يعاش الفلسطينيين لما كانوا قد صغير لما قال إبراهيم خد ابنك وحيدك إسحاق قال إذا تحبه وقدمه على جبل مريم وخده ولا ولا أولاد ورابطوا قد رابطوا رابطوا على السكين وساكت يد متصرخ أصرخ ما إيه؟ ده بابا إبراهيم بابا إبراهيم قالت لما الملاك تكلم من فوق لا تفعل بالغلام شيء أمر دي فإسحاق فيه صفات قريبة أو تشبه بلاش قريبة تشابه بعض صفات المسيح على مثل ضعيف أو فرب أنا منكت أسحاق أجيب إيه؟ يبقى من إبراهيم ومن إسحاق النسل النسل بعد إسحاق جاء بيعقوب وخل في الأول يعقوب وعيسو ذات خنوا بعض عن نزول وبعدين نزل عيسو الأول وبعدين يعقوب مسك أخوه ونزل وراء رتوب اللي امتحان بين اثنين دلوقتي فطلع عيسو ده راجل كبير قوي بقى إيه؟ ما هواش خروف يعني راجل إيه؟ عرف يأكل يأكل الكفتة عشان يجيب الكفتة لكلام كده سألت مرة عالكفتة ده طلع اللي هو الحاجة في الجاكتة بتاعت الرجالة ما عرفاش إلا خبير العجاز غلط أنا بس سألته واحد اللي هو خبير التارزي بس يعرف الكفتة في يعقوب كان غلبا أو يرخر خالص لدرجة لما بس غلبaban بس مكار عشان كده ربا نضربوا كتيرة مش هاد تقول فيه قوي يعني فالفكرة رزت في الآخرة على إسرائيل بس قاله أنت أنت اللي حيجي منك المسيحي لذلك شعب إسرائيل مميز عن ضرب بلا شك طبعاا الكلام ده يدايق العرب يعني سيديهم ليه هم مين الشعب اللي كان في مصر وربنا طلعوا بمعجزات وقاتل فرعون بجيشه وطلق مين ده في القرآن مكتوب عنه كنت شعب إسرائيل طيب يبقى مين هو شعب مختار يعني مش عازي جداد فجاء المسيح لإرجاع يعقوب بس الأبناء على العهد اللي هو ربنا قطعه يعني لازم يا الرب ينتصر فلقى إبراهيم مختار إبراهيم ماذا حدث بقى حتى أصبحت الرسالة لخلاص كل الأمة لأنه الرب لما أكلم إبراهيم قاله فيه نسلكة تتبارك جميع قبال نسل إبراهيم مش كل من العالم نسل إبراهيم جزء من العالم والنسل المقصود هنا اللي هو المسيح اللي هو وصل لإسرائيل إبراهيم نسل أكبر من صعير بكتير لأن القطورة خلفت له كتير فبعد كده بقى في الصليب أعلن الإعلان الإلهي اللي هو الأخير أن ذبيحة المسيح لا تكفي فقط لخلاص إسرائيل اللي هو يعقوب نسل يعقوب لا لكنها كافي قليل أن تكون لي لرد أصباط يعقوب إليه دمك كافي إلى خلاص كل من يقبل الدم في داء له في كل العالم من الصينيين للبوذيين للمسلمين للمسيحيين للهندوسيين للقبرصيين لأي حد في دين بدين بملة بأي حاجة ملحدين كله يؤمن بالرب له الاستمتاع نسبح يبنى الله آمن نكمل إزاي بقى جعله نوراً للأمم في يحنى واحد بيقول في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكانت كلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان إنسان مرسل من الله اسمه يحنى هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطتي لم يكن هو النور بل يشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتياً إلى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم هنا التركيز كله على إن المسيح جاء هو النور الحقيقي لي ينير فيه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس نشكر الحياة يقول عنها أنه أعطاها لآدم في البداية في القليقة هو جبل الرب إلى آدم تراباً من الأرض ونفخ فيه أن فيه نسمة حياة فصار آدم نفساً حياة لكن كيف تكون الحياة نور للناس يعني نسمة الحياة التي أخذها آدم صارت فيه نفساً حياة فحيا وأصبح حياة لكن كيف تتحول هذه الحياة التي في المسيح فيه كانت الحياة كيف تكون الحياة نور للناس لأن اللي حصل أن النفس الحياة دي أخطأت وصارت في الظلام واضطردت من الجنة واضطردت حوا من الجنة فأصبح آدم في الظلام منذ سقوطي أقف الظلام وفي العلاق إلا أن يخلص نشكر ربنا لأن ربنا يعني آدم ما تعلمش كتير ولسه بداية الخليقة فقال بس هم أقفصها من جلد نعمة منه وخلقوا وخلص وخلص لكن بعد كده الإنسان كله عايش في الظلام الإنسان كله يعيش في الظلام كيف تصبح الحياة نور للناس لأنه ما هواش النور الشمس اللي بيدي حياة ولا أي نور ولا عمرت يدي حياة إيه ما هو النور زي الخليقة الأولى اللي خلقها ربنا اللي هي خلق السموات والأرض أول كلمة ليكن نور نور هكذا أول كلمة تقال وأول يعني تأثير اللي يغير العالم أن المسيح نور العالم فلذلك أل جعلتك نورا للأمة نور الأمة بس فالمسيح هو نور العالم والحقيقة اللي يقول غير كده يبقى مسؤول عن كده لكن المسيح نور العالم هو قال في يحنى 18 أنا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة وقال أيضا ما دمت في العالم فأنا نور العالم كلمة ما دمت أنا في العالم فأنا نور العالم معنى كده أنه بعد صعود المسيح لا يوجد نور في العالم لا يوجد في أولاده آه يوجد في أولاده ماذا من كان فيه النور قبل ما جاء المسيح من كان فيه النور لا كان منه يشيع بس من السماء فوق نبي يبلغ الناس بس كان شعاب كده إلهية من فوق لكن الله يونير العالم لابد أن يتصالح مع العالم من عمل المصالحة ما فيش نبي يعمل المصالحة لعمل المصالحة المسيح إن هكذا أحب الله العالم إزاي بعد المصالحة لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد فالأحب هنا دي اللي جاي قبل حتى بذل لأنه يعلم أنه يبذل حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك لكي لا يهلك فالعالم بقى فيه الله بيحب العالم لأنه فيه أولاده طيب لما بيقول من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة مفروض يقول فلا يمشي في الظلمة بل يمشي في النور لكن هو بيقول من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة لأنه المسيح ما هواش نور زي اللمبة دي اللمبة دي بتديك حياة بتليقتي فيك الحياة فيك الحياة مش منها من فين من الله من نور الحقيقي لكي اللمبة دي بتنوريه نقر الكتاب إزاي فده مش النور بتاع المسيح النور بتاع المسيح مش بيناور لي الضلمة بس اللي برة ده بيشيل يمحي الضلمة اللي جوه أولا وبعدين لو الشيطان غواني يقدر يعالجني ويشيل الضلمة برضه لأنه ما فيش إنسان مكتوبة ليس إنسان اللي يخطئ فده النور شغال فينا عشان يحارب الضلمة زي ما الكتاب يقول آية المشورة الجسد يشتهد ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهم الآخر إيه اللي يدي الانتصار؟ النور اللي هو المسيح فيه المسيح يدي إن الروح بالروح تمتور أعمال الجسد فالمسيح ما هواش نور عادي كده نور عربية لكن قوة نوره تعطي الحياة للإنسان قوة نوره تعني نور القداسة نور الله الحي إلى أبد الأبدين يفضح أعمال الظلمة يفضح أفكار الشيطان يعني إيه يطرد الشيطان بعيدا فكرة لما دخل المسيح بتأسف أنا مش حاقتي وقته لما راح المسيح كرة الجدارين وقام عادي المجنون ده المليان لجيؤوا جوا كان شكله jakiś وفجأة هو صارخ هاته عا تموتنا الليل انه قال اخرج من الانسان ومجرد كلمه اخرج من الانسان ارتعب شبته مسيح جيش من الشياطين ايه؟ راحوا بطلبوا الخنزير هدوم روحوا الخنزير الشياطين دايما بتعرف تطلب ايه اللي ربنا عايزه فبيوافقها لكن وجدنا الانسان ايه؟ جارس ولا بس واقع مش بس كان الدنيا نور نور كبير لا جوه تغير الانسان بقى شخص جديد مش شخص تاني حتى شخص جديد مش مقادر بتخل انا مش واناك على دور لما دخل ايه ايه يجي مع المسيح والشياطين اللي جول مدقة جدا بالمسيح صار انسان بدل ما كان عريان بقى لابس وبدل ما كان هاي بقى عائل وجالس وهزي مش ورا المسيح الانسان خبر واطاع على طول طيب احنا قدامنا عشر دايب والموضوع احنا يدوب ابتدينا فيه يعني اللي فادة كان مقدمة بيقول النور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه من الطبيعي مجرد ما بنير النور الظلمة بتهرب لكن هنا يقول الظلمة لم تدركه وفي نفس الوقت الذي يسير في الظلام لا يعلم الى اين يذهب بيتخبط لكن في نفس الوقت ايضا يقول من يدبعني فلا يمشي في الظلمة يعني فيه ناس بتمشي في الظلمة حتى وهي بتتخبط هي برضو ماشي في الظلمة وفي نفس وقت غير مدركة النور فازاي الظلمة لا تدرك النور والامر الطبيعي ان النور مجرد ما ينير الظلمة تهرب لكن بالنسبة للانسان الظلمة ما زالت موجودة لم يدركوا النور الظلمة لم تدرك النور الكونفريكت ده جاي من انه الانسان له ارادة والرب لا يسمح ولا يقبل ان يضغط ارادة الانسان لان السماء كلها حب والحب لا يمكن ان يشعى في قلب الانسان الا بارادة الانسان الحب اللي بقافه ده مش حب فلذلك النور يضيف الظلمة لكن لو انسان الظلمة تغويه لا نفسه راح للظلمة يعني حتى الانسان بعد الاستنارة قد تغويه الظلمة يعني هنا ما بيقول قال لم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا مدام لكم النور لألا يدرككم الظلام هل انسان ممكن سائر في النور يدركه الظلام نعم بس دي كان قصد بها المسيح انه ايامه على الارض خلاص يعني الحق يعني دلوقتي الايمان اسهل لانك شايف معجزات وشايف ايات ودقرة تتكلم عن المسيح شخصيا ايمان بعد كده هيبقى ايه هيحتاج قوة خاصة وربنا قادر عليها لانه خلاص ثلاث تلاف سنة ثلاث تلاف انسان في بعد فيوم الخمسين يعني لكن كان طبعا ازهل جدا الايمان واخت المسيح يعني مستحيل يكون الا المسيح مستحيل في اعماله دي خامت موته وفي تفتيح عميه وايه تنبؤ مستقبلات وبقول ايه ده ايه ده ايه ده مين ده فهنا دي قصد المسيح بالقاية دي يعني امنوا بسرعة قبل ما سيبكوا هيبقى الموضوع في ايه يعني فيه اه فرصة للشيطان اكتر اللي هو اقل لكن الحقيقة انه اي مؤمن بعد سعود المسيح وامن بالمسيح عنده امر الهي من المسيح يبين الموضوع بكل الوضوع اصهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة طب ليه احنا مش محصنين اه او احنا مش عارف يسموها ايه الانبياء ما يغلطوش مسيح حاجزة معصومين اه لان لو عصموا الله يعصم انسان يبقى معناه انه هذا الانسان ضعيف ومش قادر يؤمن بالله الايمان الكامل ومش قادر يطيع الله في وسط الاشرار لازم يتقسم دي اهانة للانسان دي مش حاجة فضل يعني يتبنها فضل لا مش فضل يعني ايه نبي معصوم مفيش نبي معصوم الوحيد الوحيد مش المعصوم الوحيد اللي هو في طبيعته قدوس هو المسيح بس ربان يعصن حد يعني ما تقربش الله طب ما ده ميزته ايه بقى اللي انت بتقول لي ما قربلوش انا بتكلم بلسان الشيطان ما قربلوش ليه اكيدة يعني ايه اكيدة مش هو عايزني مش امه حوة قلت لي انا قابلك انت يا شيطان تبو اقض في موضوع ايوب لما قال انه جعلت سترا له هنا دي جاية مش معصوم لكن جاية من تمييز التقيه سياج تحاول لكن لما شيطان طالب يدخل دخل اه فيش مشكلة خالص لكن اه واحد يعني اه التقي في الارض لابد ان الرب يتفاعل وتفاعل اقوى من رجل التقي ويظهر تقوى ويظهر تقوى للعالم يعني لو لم يكن الشيطان جرب ايوب ما كنا علمنا بصبر ايوب يعني وانظروا الى صبر اه كله خير كله الخير في الاخير فاقصد ان مفيش انسان معصوم اللي كان عمي انت خلاص انا معصوم ده كلام مش موجود عندنا في انجيل خالص لانه اسهروا وصلوا لي الله اي واحد ما يسهرش داود ما اسهرش وقع شمشون ما اسهرش وقع يعني انا لا ارى نبيا لم يقع كل واقع والفكرة انه هذه العائلة التحذير لكن نشكر ربنا بيقيم الانسان بيرفعه وبيغفر له لان المسيح دامه يغفر كل خطيئة فضله في يحنى ثلاثة اقول وهذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة لان كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي الى النور لألا توبخ اعماله واما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معمولة هنا بيقول ان الدينونة مش ان الناس لم تحب الله لكن ان النور قد جاء الى العالم احب الناس الظلمة اكثر من النور لماذا يدينا الله الانسان وهو قد اعطاه ارادة حرة لانه احب الظلمة اكثر منه هو النور النور جيه الناس رفضته لانه محبوا الظلمة اكثر منه لماذا يديناهم بعد اذا كان قد اعطاهم الارادة الحرة ان يختاروا بين النور والظلمة الارادة الحرة معناها بيقولهم النور للحياة والدعمة للموت ما لازم يدعم منعلي هم احبوا الظلمة يعني اختيارهم كان نتيجة محبة فلماذا اذا كان قلبي يحب ويريد الظلمة لماذا يدينا الله وانا هذا اختياري انا بكامل اختياري انا اخترت الظلمة هذا السؤال اجابته ايه تاني غير انه يدينا يعني واحدة مثلا انا عايشة مع جوزة وفي الاخر جاء لها واحد لص واربوع وحران وشريل وقاتل حبته طب مفروض جوزة ليعمل ايه يسكت جوزة جوزة راجل يعني مش مشكلة لكن تخيلي بقى انسان ما عايش مع الله وربنا خلصوا من خطيئة ورحموا وجيه للرب وبعدين زهب للفساد تاني لابد من دينون اما القدس طالعني طب هو بعد ما استخدم كلمة دينون استخدم كلمة توبيخ اخفش بكتير من الدينون يقول كل من يعمل السيئات يبغض النور والنور هنا اللي هو المسيح ولا يأتي الى النور لقلا توبخ اعماله مش لقلا تدان اعماله او تعاقب اعماله لكن توبخ والتوبيخ ده يعني مجرد توبيخ اقل بكتير كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي الى النور لقلا توبخ اعماله التوبيخ هنا ليه ما يقلش لقلا تدان اعماله لقلا يعاقب على اعماله مجرد توبيخ ما هو التوبيخ ده في بداية وبعدين في الاخر الاقاب يعني هنا مش بار الشخص ده لا 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 مش بار يعني بعد ما استخدم الدينونة قال يوبخ جيه درجات الانذار للنسان الخاطئ درجات الانذار يدين درجات الانذار يوبخ ليه لانو احب الظلمة لان لابد من الدينونة الدينونة يعني ايه مش الدينونة ان انا حموتك لا امال ايه الدينونة الدينونة انا هخليك تعيش الابدية اما انت بتحبه دي فيها الدينونة دي واحد عايش زي الخنزير الخنزير بتعيش كلها في طين هل جيه دينونة؟ هي بتحب الطين يبقى كل من يعلن انه يحب الظلمة سيمكث في الظلمة الى الابد طبع طبع هي دينونة لانه احبها ولا يستطيع ان يذهب حتى الى النور لانه يكره النور ليه لانه دي الظلمة الخارجية لكل اللي بيحبه الظلمة والسماء لكل اولاد الله طب بيقولوا اما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعماله انها بالله معمولة اذا الانسان الذي يحب النور ويفعل الحق هو لا يفعل هذه الاعمال لكن الله الذي يعملها فيه اين فضل الانسان اذا؟ اين فضل الانسان اذا؟ فضل الانسان انه قابل عمل الله فيه الانسان المؤمن ميت مع المسيح صلكته فاحيى لا انا مشان الحي بل المسيح يحيى فيه فالله بيسيطر على الانسان والانسان فرحان اوي ان الله بيسيطر عليه لكن الانسان اللي عايش اللي هو حبة الحنطة اللي عايشه لم تموت تبقى وحده لو كان مؤمن بيعتبره حبة حنطة هيخلص كما بنار اه لكن لو كان حب الطين رح للهلاك لكن المؤمن اللي هو عايز يعني يفرح هنا وفوق بالاكليل دائما زى المسيح يموت في خدمة الرب يموت في طاعة الرب فالحبة تموت في الارض تجيب سمر لا حدودة له طيب عايزين رسالة للنوعين النوع الذي يحب الظلمة هل يستطيع ان يتحاول هذا الحب الى النور؟ كيف يحول محبته للظلمة ليحب النور فيقبل الى النور؟ والنوع الثاني الذين يسلكون في النور وأقبلوا الى النور وأحبوا النور كيف يستمروا في السير في النور حتى لا يدركهم الظلام؟ أولا نعملها عمليا يعني مثلا هقولك عن حكاية عملية بسيطة خالص في الليل وبعدين حبيت تروح دورت المية ما تطلعش النور أنا بحب الظلمة وروح دورت المية في الظلمة وبعدين بعد ما روحت الظلمة حبيت تعمل شيء قوة وطلع النور تعمل الشاي في الظلمة والظلمة بتؤديك لفين؟ لنار جهنم فهو انت بتولع البتجاز جابلك شات نور صحيح بس تحط اصبعك في النار شانت قارف يحصل لك ايه إن كان ده عاجبك إنك تعيش في الظلمة وتروح جهنم مبروك عليك أنا ما يعجبنيش طبعا الكلام وأفتكر ما فيش ماني قدم يعجبك كلام لكن إذا كنت انت ماني قدم خاص تحب الظلمة وعايد مصيرك النار الأبدية ده موسيقيتك انت عالعكس تمام إنك انت تقوم من السرير في الليل وما تولعش حاجة تلاقي المسيح نور لك الدنيا نور لك الدنيا لأنه عارف إنك كنت وراك حاجات لازم تعملها يختار لك حتى لبسك وينظفك ويطلعك للشغل وفي النهاية الدكتامة الرهيب نجاح في كل أمر في حياتك نجاح روحي ومادي كل حاجة كان كان الراب مع يوسف فكان راجل لأنه حاجة تاني فرعون ده راجل عبد عبراني وزي كنت بتحب النور مصيرك هتبقى كده هتبقى مع المسيح في السماء تبقى مع المسيح في السماء مش مع غيره في جهنم مع المسيح في السماء اختار اللي عجبك النور ينور حياتك ده نور المسيح مش نور تاني خالص كل ضلمة نور نور حياتك هتوصل معه للسماء لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوعهم مش عايز نور نور حياتك هتوصل معه لانت ماش وراه أي ما يكون في جهنم النار الابدية اختر المسيح إن كنت عقلا ولمن يسلك في النور كيف يستمر في السير في النور إلى النهاية حتى لا يدركه الظلام اشبع بكلمة الله اشبع بالدراسة الكتابية في كل كتاب وادس تقرأ 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 وتعيش في قرأته ستكتشف إن حياة الصهر الروحي وحياة كلمة الله في حياتك ستغيرك زي ما قال الكتاب دي اه ماش بقلف لك حاجة حاجة موجودة في كتاب مونتس متغيرين من مجد إلى مجد كما من الرب الروح يعني ايه؟ يعني الروح القدس يكلمك الرب الروح الروح القدس يكلمك وينقيك ويقدسك ويعلمك ويقدبك زي ما قدبني ويهزبك ويجعلك تشعر بالنقاء والقداسة والحب والعشرة وتلاقي ولاد ليك في معرفة الله وتلاقي بيتك في عزه وتلاقي كل شيء في عزه هذا من يتبع المسيح لكن اللي يتبع غيره على كيفك انت لا اجبار في اتباع المسيح خالص وربنا يلحمنا وخلينا نعرف النور والظلمة ثم نختار النور والرب يتمجد في حياتنا جميعا قال لهم يسوع النور معكم زمانا قليلا بعد فسيروا مدام لكم النور لألا يدرككم الظلام والذي يسير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب مدام لكم النور آمنوا بالنور لتصيروا أبناء النور الوقت منذ الآن مقصر والمسيح سيأتي قريبا جدا لأنه على الأبواب اقتنس الفرصة واقبل النور في حياتك لتصبح لك نفس الطبيعة الإلهية كما أن هو النور ستكون أنت أيضا ابن النور وتنير لكل من حولك حتى كل من حولك يأتيهم أيضا إلى النور إلى اللقاء ورابن أميك أميك